فيه آية في القرآن الكريم مش بس بتشربك ده بتوقفك تفكر وتقول هو ليه ربنا أقسم بالقسم ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يا ترى ليه ربنا أقسم بمواقع النجوم مش النجوم نفسها لا مواقعها هل في حاجة عظيمة بتحصل هناك؟ حاجة ممكن تغير فهمنا للكون؟ في الحلقة دي هنطلع مع بعض في رحلة كونية وهنكتشف حاجات أغرب من الخيال بس كلها حقيقية وورد بيها القرآن الكريم من أكتر من 1400 سنة طب يعني إيه مواقع النجوم وليه القسم ده تحديدا وإزاي العلم الحديث بدأ يفهم حاجات إحنا ما كناش نتخيلها ويعني إيه إن ربنا يختار من كل الظواهر الكونية إنه يقسم بحاجة زي دي هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن مواقع النجوم وإنحناء الزمكان والإنزياح الأحمر والثقوب السوداء والنجوم النيترونية خلينا نبدأ رحلتنا دي رحلة في الزمان والمكان رحلة في القون والقرآن بس قبل ما نبدأ حلقتنا بفكرك تدوس على الزر السبسكرايب واتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أهلا وسهلا بكم على قناة زيكر معاكم شادي مونير في سورة الواقع ربنا سبحانه وتعالى بيقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقصم لو تعلمون عظيم الآية دي مش بتقول النجوم لكن مواقعها يعني الأماكن اللي كانت فيها النجوم مش النجوم نفسها والمفسرين قالوا أن الآية فيها إعجاز بس محدش كان فاهم إزاي إلا بعد تقدم العلم لما تبص على نجمة في السماء انت مش بتشوفها دلوقتي انت بتشوفها زي ما كانت من ألاف السنين لأن الضوء بياخد وقت كبير جدا على ما يوصل يعني النجمة نفسها ممكن تكون اختفت من زمانه بس نورها لسه بيكمل طريقه ويوصل لنا دلوقتي وده معناه إن اللي بنشوفه هو موقع ظاهري مش موقع حقيقي علماء التفسير زمان كانوا بيقولوا إن مواقع النجوم مقصود بيها ما وقعها في السماء لكن مع التقدم العلمي المعنى تفتح أكتر واتضح إن الموضوع أعمق من كده بكتير موقع النجوم مش بس أماكنها لا ده كمان الزمان اللي احنا شايفينها فيه يعني لما تبص على نجمة في السماء انت مش بتشوفه دلوقتي انت بتشوفه زي ما كان من ألاف السنين وده عشان زي ما قلنا من شوية إن الدوق اللي طالع منه بياخد وقت على ما يوصل للأرض فيه نجوم دوقها عشان يوصل للأرض بياخد ألف سنة ونجوم تانية عشر تلاف سنة وبعضها أكتر من كده بكتير يعني ممكن نكون شايفين نجم النهاردة هو في الحقيقة اختفى من مليون سنة والدوق لسه وصل دلوقتي فمواقع النجوم معناها مش مجرد مكان في الفضاء ده معناها مكان وزمان وده بيعرفنا إن الآية مش بس إعجاز لغوي ده إعجاز فيزيائي فلكي حقيقي يا ترى إيه اللي بيقولوا العلم عن النجوم النجوم السابتة كل نجم ليه ما صار بيتحرك فيه بسرعة مهولة وفيه ما يسمى بمجرد ضرب التبانة اللي احنا جواها فيها أكتر من مئة مليار نجم كل واحد ليه مكان وليه حركة خاصة بيه الضوء اللي بنشوفه من النجوم بيمس الرسالة من الماضي إنت بتشوف النجوم دلوقتي زي ما كانت مش زي ما هي دلوقتي يعني النجوم فعليا غيبة عنك وإنت شايف صورتها القديمة الإنزاح الأحمر أو الريتشافت ده مصطلح علمي معناه إن الضوء اللي جاي من النجوم البعيدة بيتحول لللون الأحمر بسبب سرعة بتعادها عنها لما نجم أو مجرة تبعد عننا الضوء بتاعها بيتمط ويتحول لللون الأحمر وده بيخلينا نعرف إن الكون بيتوسع والمكان اللي كان فيه نجم من شوية تغير يعني تاني إحنا بنتعامل مع مواقع متغيرة مش سابقة وده دليل علمي على إن الكون بيتمدد زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة الثاريات وإنها لموسعون فيه نجوم بتنتهي بانفجار اسم السوبر نوفا وفيه اللي بيختفي ويبقى صجبة أسود أو نجم نايتروني وده موضوع هنتكلم عليه قدام وبالتالي موقع النجم بيبقى مكان في الفضاء كان فيه نجم واختفى يعني حرفيا إحنا شايفين مواقع حاجات مش موجودة طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيمة هنا المعنى بيبقى أعمى ربنا ما أقسمش بالنجوم نفسها لكن بمواقعها يعني ده مش قسم عادي ده دقيق وهادف ومقصود وده معناه إن اللي بيحصل في الكون مش صدفة ومش عشوائي النجوم مش بس كتلة مشتعلة لا ده علامات وشواهد وما وقعها فيها علم عظيم فالمسافة ما بين الأرض وأقرب نجم لينا بعد الشمس طبعا هو نجم بروكسيما سنتوري وبعده حوالي أربعة واثنين من عشرة سنة ضوئية يعني لو نور طلع منه دلوقتي هيوصل بعد أربع سنين وربع وفي نجوم أبعد من كده بمليارات السنين الضوئية يبقى فعلا مواقع النجوم مش سبتة واللي بنشوفه مجرد خيال ضوئية في علماء فلك زي كارل ساجان ونيل داجراس تايسون اتكلموا عن إن رؤية الكون هي رؤية ماضية كل نجمة بنشوفها هي عبارة عن ذكرى ضوئية مش الحقيقة الحالية القرآن الكريم قال مواقع النجوم وده دقيقة علميا جدا مين كان يعرف ده من 1400 سنة في مواقع نجوم مش بس خدعة دي كمان قاتلة السقب الأسود اللي تكلمنا من شوية عنه هو نجمة عملاق مات ونهار على نفسه وبقى يجذب كل شيء حواليه حتى الضوء نفسه وده بيخلي المكان شكله مظلم تماما لكن تأثيره موجود وبيسبب ما يسمى بالعدسة الكونية أو عدسة الجاذبية يعني موقع النجم اللي مات لسه ليه تأثير رغم إن النجم نفسه مش ظاهر أو مش موجود واتكلمنا عن السقب الأسود في حلقة السقوب السوداء في نوع تاني من نجوم اسمه النجم النيتروني بيتكون بعد انفجار نجم ضخم في السوبر نوفا برضو لكن كتنته ما بتبقاش كبيرة كفاية عشان يتحول لسقب أسود النجوم دي بتلف بسرعة رهيبة وبتطلع نبضات زي الرضاق والعلماء بيستخدموها لتحديد المواقع بدقة شديدة كأنها جي بي اس كوني يبقى مواقع النجوم فعلا مش مجرد كلام شعر ده نظام كوني شكالي واتكلمنا برضو عن النجوم النيترونية في حلقة النجم الطارق ربنا سبحانه وتعالى ألف سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم وبالنجم هم يهتدون فعليا النجوم بتساعد السفن والطائرات في تحديد الاتجاهات والمواقع والعلم بيستخدم مواقعها الفعلية أو التاريخية لتحديد أماكن دقيقة في الفضاء يعني موقع النجم بيساوي معلومة حيوية تعالوا سوا نعرف أهمية مواقع النجوم أكتر من النجوم نفسها النجم ممكن يموت أو يختفي بس موقعه بيفضل له قيمة علمية الفيزياء الكوينية بتقس أمور ضخمة جدا بناء على الإحداثيات دي السدم وهي صحب ضخمة من الغازات والغبار ناتجة عن انفجارات النجوم مكان الانفجار بيكون له قصر باقي الألاف السنين وكمان انفجار النجوم بيصنع العناصر التقيلة والسدم ممكن يتكون منها بعد كده نجوم جديدة ونظم نجمية جديدة العلماء بيقدروا يحددوا مواقع الانفجار بدقة ويحكوا قصة النجم اللي مات يعني ببساطة موقع النجم مش بس مكان ده سجل تاريخي واحتمال لحدث أكبر في المستقبل الدكتور مايكل هارت صاحب كتاب الخالدون مئة قال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الشخصيات والدكتور كيثمور عالم الأجنة قال ان اللي ورد في القرآن الكريم يسبق عصره بقرونه وموضوع مواقع النجوم واحد من الأمثلة ده فتخيل لو كنا موجودين من عشرة مليون سنة مواقع النجوم كانت مختلفة تماما ولو حد بعد عشرة مليون سنة بصل السماء هيشوف غير اللي احنا شايفينه دلوقتي الكون بيتغير باستمرار لكن القرآن الكريم سابق ممكن نقول ان النجوم هي زي صورة قديمة في متحف كونه انت بتتفرج على حاجة حصلت من زمان بس بتوصلك دلوقتي الكون عامل زي كتابة كل نجمة وكل موقع وكل حركة فيه آية بتتكلمة والقرآن الكريم علمنا نقرأ الكتاب الكوني ده من بدل قبل التلسكوبات وقبل ناسا وقبل هابر كل ده عشان نعرف قدرة الخوف والكلام ده كله بيقول ان كل حرف في الآية القرآنية محسوبة بعناية ولما تعرف كلام زي ده هتفهم ليه ربنا قال وانه لقسم لو تعلمون عظيمه فعلا القسم ده مش بسيط لكن فيه حاجة مهمة لازم نعرفها اسلوب القسم في اللغة العربية بيتقسم لثلاث حاجات اول حاجة اداة القسم واللي هي هنا فلا اقسمه وتاني حاجة المقسم به واللي بيكون شيء عظيم جدا للقسم به واللي هو هنا مواقع النجوم وجواب القسم واللي بيكون مقسم عليه عارف هنا ربنا عز وجل اقسم على ايه بقسم عظيم زي ده تعالوا سوا نقرأ الآيات كاملة في سورة الواقع بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين فربنا سبحانه وتعالى هنا اقسم بقسم عظيم زي ده على ان الكتاب اللي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة قرآن كريم وانه تنزيل من رب العالمين وبعد القسم الشديد والعظيم ده جيه وراسه قال مهم جدا بسم الله الرحمن الرحيم افبهذا الحديث انتم مدهنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون في النهاية لما تبص للسمى تاني ما تشوفش منظر حلو خلاص شوف علم وشوف اعجاز وشوف ايات ربنا سبحانه وتعالى بقول في سورة فصلة بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد واحنا فعلا شوفنا ولسه هنشوف اكتر تابعونا في الحلقات اللي جاية عشان تتعرفوا على ايات تانية من الاعجاز العلمي في القرآن الكريم لان الاعجاز العلمي في القرآن الكريم لسه مخلص شكرا ليكم وسلام عليكم شكرا 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 اشتركوا في القناة